الرئيس السيسي يؤكد أن النظيره الأمريكي يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات رئيس والوزراء ووزيرة الصناع ومحافظ القليوبية يفتتحون المجمع الصناعي لمجموعة العرب بقليوب والجمارك تعلن انطلاق تطبيق الإلزام بالموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل تمام الساعة الواحدة ظهرا في القاهرة موجز الهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سعدت اليوم بحديث المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين وأود أن أؤكد أن المنطقة أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة دعيا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسدد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتجهيل صد النهضة جاء ذلك خلال اتصال هاتفية تلقاه سيادته أمس من الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد الرئيس السيسي على قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجية وإشهد الرئيس الأمريكي بدور مصر المحوري إقليميا ودوليا وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها وأوضح بايدن عزم بلاده على العمل للاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق الجهود مع كافة الشراكاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وإعادة الإعمار وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسي والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفق الجانبان على أهمية استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومن جانبه أشد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحفيفة تجاه القضية الليبية افتتح رئيسه والوزراء دكتور مصطفى مدبولي وانيفين جامعة وزيرة التجارة والصناعة ومحافظة القليوبية والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس دارة مجموعة العربي صباح اليوم المجمع الصناعي للمجموعة بمدينة قليوب المتخصص في إنتاج أجهزة الطهية وأكد مدبولي سعي الدولة إلى توطين مختلف الصناعات وتعظيم المكون المحلي في التصنيع إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة واستعراض عبدالوهاب الترتيبات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية خلال الفترة من 11 حتى 14 من يونيو المقبل مدينة شرم الشيخة بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية والذين يمثلون 33 دولة أفريقية بحث وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعروي ووزير الاتصالات المهندس عمر طلعت مجالات التعاون المشتركة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واشدد شعروي على اهتمام القيادة السياسية بالشباب بمختلف فئاتهم والاستماع إلى المبادرات والأفكار الجديدة والمبتكرة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة مشيرا إلى أن الوزارة تساهم في تنفيذ تدخلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب بالقرى حياة كريمة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيات الصغر عقد وزير الرئي محمد عبد العاطي الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات وشدد الوزير على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرئي والصرفة على مستوى الجمهورية موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطعات أعلن وزير والإسكان الدكتور عاصم الجزار بأنه سيتم تسليم دفعة جديدة عبارة عن 384 وحدة سكانية من مشروع در مصر للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر لحجزها يوم الأحد المقبل وحتى يوم بداية شهر يوليو المقبل كما أشار الجزار إلى تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم أعدت مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية عددا من الفيديوهات التوضحية وذلك للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات ICI ودعت الجمارك والمستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين للإسراع للانضمام للمنظومة الجديدة التي سيتم تشغيلها إلزامياً بالموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل بما يسهم في تقلص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين كان هذا مجازي الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء